مسلسل عائلة عبد الحاميد حافظ ملخص أحداث الحلقة الثالثة بعنوان جان الهواء واللي بتبدأ بسعاد عنها بتوجهها بتروح لنجاة وبتديها قطرة لعنيها بيدخل بعد كده عصامة علشان يتطمن على أخو خالد خالد بيقول إن هو عايز يلعب لعب من ألعاب القوة وعايز إن هو يساعده في إنه يقول لممت ويقناها لكن بيقوله ما ينفعش أنت عندك الرب ما ينفعش أصلا تلعب ألعاب زي دي لكن قاله إن هو عنده دكتور يبقى أخه صديقه وحيساعده في إن هو ينجح في الاختبار قاله ده اسمه غش بس مش دكتور بيهدده خالد وبيقوله لو ما ساعدتنيش أنا حقول لماما وبتسام مراتك على موضوعك أنت وسعاد أنا شفتوكوا واقفين أنا كنت ببصّلها في عينيها كان فيها حاجة دخلة فيها قاله لأ الكلام ده ما يمشيش عليها أنا وطبعا عصام بيفكر في كلامه بينما هنا من لاي عبد الحميد متدايق جدا مراته بتسأله فضة إذا كان يأكل قال لأ أنا استني الأولاد لكن بيقول لها إن هو قلقان جدا على بيبي بنت ابتسام وعصام لأن كانت فعلا انت وقية شوية لكن بترده بتقول له فيها حاجة كانوا أهلها عارفه رده وقال أهلها أصلا ما يدروش عنها ماجد قاعد مع زبيدة بيقول لها عايزة تتطلقي لها عايزة تتطلقي قوليلي معاملتك لها تغيرت بقيت واحدة ثانية خالص دايما منكد علي دايما مش بتقولي لي كلام حلو لو في أي حاجة عارفيني بينامع عصام وصعاد جايين من برة ومعها طبعا الشنطة بتاعتها اللي بتبيع فيها الهدوم وكمان بتقول لعصام يشيل منها الشنطة لكنه بيفتكي الكلام أخوه خالد وبقول لها شيلي أنت وأنت يعني ملكيش إيد أما هنا فبنشوف ابتسام بتبص نفسها في المراية وحاسة أن هي كبرت بعد ما بتشوف نفسها في التلفزيون وحاسة أن فيه خطوط فعلا هنا منلاقي ماجد بيتخانق مع ابتسام حناقة قوية جدا فدلوا يتخانقوا هما لتنين ويزعقوا مع بعض وقولوا أنت عايز مشاكل على الفاضي أنت عايز تطلقني أنا قلت لك مش عايز أتطلق هلأ أنا برضو اللي بعمل مشاكل صوتهم كان عالي جدا ولاموا كل العمارة عليهم اللي هما طبعا عالتهم ابتسام ونادية وسعايد وعصام وبييجي بعد كده أبوها عبد الحميد يزعق لهم عشان صوتهم عالي جدا وأن هما مي عندهمش أي احترام وأنها مفروض تبقى زي أمها مراتك زبيدة هتبقى معاك لو عايز تمشي منه يبقى أنا حاخد بنتي عندي وانت ليك الخيار بيقعد ماجد وطبعا موقف كان صعب وعبد الحميد بيلاقي بنتنا دي لابسها العقد للمفروض كان بتاع زبيدة وجوزها جابه لها شدوا من عندها من رقابتها ورمع على الأرض ومشي وكلهم طبعا مشيوا أم فادم بتطلب منها تيجي معاها عفصة النهاردة هي رايحة فرح وبتقول لها تعالي معايا قالت لها أنا عارفة أنك حتقولي ليت ماكيجي والبيسي والكلام ده وأنا ما بحبش يكلام ده فدلت تتحايل عليها أنها تيجي معاها قالت لها طيب خلاص هشوف عبد الحميد بيروح يتكلم مع عبد السام في موضوع البنت بقول لها ما لها بنتك فيها حاجة دايما طوائية قالت ما فيش حاجة يا عمي أنا أضرب بنتي لو في حاجة كنت تعرفت قال لها صحيح هي بنتك بتحب أكل إيه ولا مثلا مدرسة بتاعة العرب اسمها إيه بتاعت بنتك سكت وما ردتش قال لها واضح فعلا أنك أنت عارفة منتك على الأكل عيلة يعقوب قاعدين بيأكله يعقوب بيتكلم مع أمه مش بترد عليه زعلنا جدا من إن هو مش راضي يسمع كلامها يعقوب بيقوم ويسيب الأكل وكالعادة جمعة لو أبو يعقوب بيتخانق مع مراته بيقول لها بلاش تعامني الولد بالإسلوب ده عيلة عبد الحميد قاعدين على الأكل سعاد بتأكل عيالها وبينما زبيدة كانت موجودة وجوزها مش جنبها سامر بيسأل فين ماجد محدش طبعا رد وسألها في إيه بالزبط منكم في مشاكل لتكلمي رد أبو قال له لو فيه أي حاجة خد أختك في جنب فقضل وحدك وخليها تحكي لك كل حاجة إحنا مش عايزين نعرف أسرار بيتها أما هنا فكان ابتسام كانت يعني سرحانة شوية جوزها بيقول لها مالك قالت مفيش قال له وانا أسأل تزعالي ما أسألش تزعالي أبو يعقوب يدخل وبتكلم معاه في إن أمه فعلا عايزة مصلحته وإنها بتخاف عليه وعايزها يتعلم البراي علشان خاطر يقدر بعد كده يقرأ ويعرف كل حاجة بيحبها لكن بيقول إن أنا وعا تعلمت البراي بكده يعني خلاص إستسلمت للعامل لكن أنا عايزة أعمل العملية قالوا إحنا مش مقصرين إحنا بقى إنا سنين منحوش علشان خاطر نعملك العملية دي لكن الفلوس دايما بتروح مننا وخدنا كازا كرد لكن مفيش فايدة وقدينا لسه منحوش برضو بس اللي مطلوبه منك أن أنت تتحاول أن أنت تتعامل مع ظروفك لحد ما نشوف موضوع العملية وبيفتكر فعلا وهو صغير لما كان بيكلم مع أممته وبيقول لها شاعر وفي يوم الأيام بيقع ويصيب بحدثة وبيروع على المستشفى والدكتور بيقولي إنه هو اتعامى وطبعا دي كانت الحدثة اللي اتعرض لها بينما هنا منلاقي خالد بيطلب من أم إنه هو عايز اللعبة من ألعاب القوة وبتقولي روح شوف مذاكرتك وبعد عني وبتزعق فيه منلاقي أم فاتن أخدت فاتن على الصالون علشان تجهيزها علشان تروح معها لأرس لكن فاتن كانت بتفكر فيه الكلام نقلته النادر وإنها جرحته كتير بينما يعقوب بيدخل وبتكلم مع أمه وبتقوله إن هي بتحبه عايزة تعمل له اللي هو عايزه لو حتى الطول تدي عنيها قال لا أنا كمان هعملك اللي انت عايزاه وماشي هتعلم اللي انت عايزاه وهسيني المدرس اللي انت عايزاه فبتفرح جدا هاريت عبد الحميد قاعدين مع بعض قدام التلفزيون سعاد بتشتكب من عينيها عسان بقولها حطي حاجة عليها حطي باكتة شاي قالت أنا فعلا حطها وبتناديلها بعد كده نادي أختها وبتقول لها إن النهاردة ما جالهاش مكتوب زي ما بيجي لها كل مرة بتخترع عليها سعاد إن هي تكتب مكتوب للرجل ده يمكن يجي ويتحرك ويخطبها قالت لها أيوة بس أنا ما عرفوش قالت لها مش مشكلة ممكن إن هو يحس بعد كده وييجي علشان خاطر يخطبك لكن ناديا كانت بتقول لأختها سعاد إن الراجل اللي ببعت لها ده شكله عارف عنها كل حاجة وشكله بيحبها فعلا بينما بيروعي صام بيتكلم مع زبيدة بقول لها فيقي بالضبط أنت مش كنتي عايزة تطلوب الطلاق ليه جتي قدام جوزك وقلتي لأ مش عايزة تطلق قالت أنا حر أعمل اللي أنا عايزة أنت ملكش دعبين رده قالت لها مليش دعبيك أصلا أنا بتكلم عن ماجد هو اللي يهمني أمره قالت له أنا مش حابقة تحت رحمته لما عوز أنا اطلق أنا لاحط له مش هو اللي طلقني من نفسه عبد الحميد بيفتكر أيام زمان لما كان بيروع علشان خاطر يسلم على عبد الحليم حافظ اللي دخل مرة واحدة والناس كلها هجمت عليه وما قدرش إن هو يوصل له ويتحترج ليهم بتتصل هنا أم يعقوب بمدرس ولا حاجة علشان ييجي ويدرس لابنها يعقوب البراي وبتيجي بعد كده جوزها وبيسألها في إيه بتقوله إن يعقوب جيه واعتذر لها وطلب اللي هي عايزها تعمله بينما يعقوب قاعد بيتكلم مع خدر صاحبه خدر بيشتكي من خطبته بيقوله مش مشكلة يعني كويس إن أنت عندك أصلا واحدة قال له يا أنت أصدق على إيه يعني أنت عشان ما لا عندكش واحدة بتحبها أنت أصلا دايما مقلل من قيمة نفسك وبيقول له اتفرج على البحر يلا عشان أخدك بعد جده أودك على البيت يا صام بيتكلم مع امراض التسام في اللي حصل من زبيدة وبقولها يا ريت تروحي تتكلمي معاها قالت أنا مش قد لسان زبيدة طويل وكمان أنا مش أختهم علشان أتدخل في حواراتهم دي بيحدني عنهم لو سمحت بينما هنا عبد الحميد كان ألآن وش هي الهم أولاده بتحاول مراته فضة إن هي تقوله خليك في نفسك شوية ويينسى الأولاد لأولاد دلوقتي كبره ومش لازم يكونوا زي ما انت عايز بالزبط نادر قاعد بيتفرج على التلفزيون الباب بيخبط بيفتح باب وبلايه قدامه فاتن جاية علشان تعتذر له أما بالنسبة لعصام فبيشوف الإعلان بتاع الصور المطلوبة دي علشان خاطر يدخل المسابقة بتاعته سامير راجع هو ماجد بالليل بيتفاجأوا بوجود واحد واقف على الباب عندهم هنعرف في الحلقات الجاية إن ده اسمه مشاري وإنه جاية علشان خاطر يطالب سامير بالفلوس اللي عليه وفلوس يعني كتيرة جدا كانت على سامير وحنشوف كمان سامير يا ترى إيه بالزبط اللي عمله علشان خاطر يبقى عنده ديون بالشكل ده وإيه الماضي بتاعه المهجل اللي دايما بيكلمنا عنه الحلقة الثالثة بتخلص والحلقات بعنوان جانب الهوى ويارب الملاحظ بتاعي يكون أعجبكو ما ديسونيش في اللايق ويشترك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد استنوا بقى الحلقات أشوفكو على الخير باي باي